مرحب بكم مرأة تانية وآخر فقرات يوم جديد النهار ده كل يوم ثلاث بينوارنا فيها الدكتور محمد خير استشاري تغذية والعلاج الطبيعي صباح الخير يا دكتور أهلا صباح النور بيك ومنوارنا دايما ربنا يا خدي والنهار ده هتدينا أمل في الحياة إن شاء الله رب العالمين فكرة جديدة لكل اللي عنده صعبات في التخصيص أو زي ما قلنا اللي عنده بلاتو يعني سابت في الوزن أو حسب ما بيشوف الدكتور زي ما قلنا قبل الهوى لازم النوع ده يا جماعة يعني لكل حالة على حدة ما يفعش أي حد يسمعنا يروح يقلد بس يتجنب الأشياء الخطر أو الأشياء المضرة لجسمه زي ما الدكتور عيفاهمنا الوقتي وهو الرجيم عن طريق فصيلة الجسم فصيلة الدم اللي في الجسم فصيلة الدم يعني من الأشياء اللي بتحدد أنا أكل إيه وما أكلش إيه إزاي إحنا بنتكلم طبعا عن موضوع فغاية الأهمية جدا وهم ناس كتير قوي يعني في عمار سنية مختلف أنا طبعا زي ما تكلمنا أو قلنا في حلقات قبل كده إن السمنة هي مشكلة العص والسمنة للأسف أو زيادة الوزن السبب الرئيسي المباشر لأمراض القلب والسبب الرئيسي المباشر لضعف الجسم والسبب الرئيسي المباشر للتأثير على كل أجلسة الجسم المختلف والأسف تأثيرات السنة بتبتدي من حتى من مراحل سنية يعني صغيرة جدا يعني بتدت من مراحل الطفولة حتى بقى يعني مراحل تقدم العمر المختلفة كلها لما بنيجي نتكلم بقى عن البرامج أو أحدث البرامج في إنقاص الوزن أو بنتكلم عن الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن بنقول دايما أن يعني أي متخصص في موضوع إنقاص الوزن دايما بيلجأ للطرق الحديثة اللي هي في النهاية توصل المريض بتاعه الأقصى يعني درجات الناجية فإحنا بنتكلم دايما عن الأنجح والأيصر في موضوع إنقاص الوزن نتكلم عن حاجة سبسفق جدا أو حاجة خاصة قوي بنسميها التخصيص بنوع فصيلة الدم طبعا فيه اختلافات كتير قوي بين الناس كتير مننا بينتمل الفصيلة إيه أو فصيلة الدم إيه وكتير أو مجموعة تاني بينتمل الفصيلة الدم إيه وفيه فريق ثالث ينتمل الفصيلة إيه بيه وفيه اللي هي الفصيلة الأشهر والأعم أو اللي بتحتل 46% من تقريبا سكان العالم اللي هي الفصيلة أو فإحنا بنقول دايما أن نوع فصيلة الدم بيفرق ساعات في نوع الأغذية أو الحاجات أو الأكلات اللي بتأثر فيها نحن بنتكلم في المقام الأول عن الأغذية الجيدة لنوعية فصيلة الدم بمعنى بنقول دايما أن الأكل والشرب لما بنأكل وبنشرب الأكل بيمتصه بيتحول لمواد معينة في بعض المواد أو نوعية من البروتين اسمها الليكتينز دي موجودة في الأكلات المختلفة بمعنى أبسط يعني أنا مثلا لما أكل طبق فول مثلا دايما يديني 5% من حاجة اسمها بروتين الليكتين دا نوعية من البروتين اللي بعد ما بيمتص يعني بعد عمليات الطهي وبعد عمليات الانتصاص في الأمعاء أو بعد عمليات تكسير الأكل عند طريقة الانزيمات الهضمة في المعدة بيتبقى جزء صغير من نوعية الأكل دا اسمها الليكتينز كل أكل أو كل شرب لنوع سبيسيفيك معين من الليكتينز دا طيب الليكتينز دا ساعات مع بعض الناس اللي هما زوات الفصيلة A يستجيب معهم كويس جدا وساعات مع بعض الناس اللي هما من زوات الفصيلة B يبقى مضاد لهم شوية يتفرز ليه حاجة اسمها أو مضادات أو أجسام مضادة مع الفصيلة A B ولا يحصل أي حاجة يعني ولا استجابة ولا رفض ساعات مثلا مع الفصيلة O لو حد مثلا عنده التهاب أو ألم أو أي حاجة الليكتين دا يأثر في نوعية الالتهاب فاحنا بنقول دايما أن هناك بعض الأكلات أو الأطعمة المعينة اللي لها خصائص من بروتين الليكتين دا بيستجيب مع نوعية قرات الدم اللي موجودة في الجسم بيستجيب في الحرق السريع حضرتك تقصد ولا في تخزين الدهون أنا بنتكلم في شكل عام بيستجيب استجابة كويسة يعني دايما بيقولوا يعني اجعل دواءك من غذائك احنا بنقول دايما في بعض الأمراض المعينة زي مثلا نزلات البرد أو الحاجات دي نهتمة بفيتامين سي ونهتمة بالحاجات اللي هي مضادات أكسل والحاجات دي كلها كل الفكرة أن الحاجات دي بترفع مناعة الجسم الداخلية وقدرته على مهجمة الأمراض المختلفة يبقى احنا نستشف في الموضوع ده القاعدة الكبيرة أو في موضوع التخصيص بفصائل الدم أو استخدام فصائل الدم كنوعيات تحدد نوعية الأكل اللي احنا بنكله بنقول أن فيه أكلات معينة تفيد جسمي وما تفيدش التاني فيه أكلات معينة ممكن تضرني وما تضرش التاني أو حاجات تتخني قوي نتيجة أن أنا فصيلة جسمي مش متقبلة النوعية دي من الأكل بدليل مثلا فيه حاجة منتشرة جدا عند الأطفال اسمها الفافزم أو أنيميا الفول يعني دي حالة مرضية معينة لها علاقة بتناول البروتين اللي هو المعين اللي موجود في الفول ده كرات الدم الحمراء يعني بتطلع أنتبضز عالية جدا بتهاجم الموضوع ده وبتبتدي تكسر نفسها يعني نوعية الأكل ذات نفسها بتأثر في نوعية كرات الدم ونتعرف حيث كرات الدم دي المكون الرئيسي للدم فإحنا بنقول دايما استعمال أكلات معينة أو نوعيات معينة من الأكل لفصائل الدم المختلفة ممكن يفيد فيه موضوع يعني إفادة الجسم بطريقة أو بأخرى عن طريق بقى سواء صحيا أو سواء جسمانيا أو سواء بقى إذا كان فيه عندنا مشكلة السنة وعايزين نتخلص من الوزن الزيد طيب وهو ده كان سؤالي هل يعني أي حد كده حاسس أن وزنه زاد وما كانش عمل مثلا رجيم كذا مرة أو زي ما بنقول المشكلة في اللي هو رجيم الكتير بيسبت الوزن تمام يلجأ على طول لرجيم فصيلة الدم ولا يبدأ الأول تنظيم الأكل بشكل غذائي متوازن وبعد كده نلجأ للموضوع ده في مرحلة الحياة طبعا ده بيبقى يعني إحنا نسميه برنامج كبير قوي يعني بيعتمد على بقى على حاجات كتير جدا يتعمل على سلوكيات الشخص وعلى الأسباب اللي قدت بيه لزيادة الوزن يعني مثلا زي ما قلنا ناس اللي بيهملوا وقبت الفطار ناس اللي تبقى وقبتهم الرئاسية ووقبت العشاء أول حاجة في البرنامج اللي هو تعديل السلوك الغذائي يعني إحنا بنلجأ في الأول لتقويم السلوك الغذائي يعني أنا أي حد عندي عايز يعمل برنامج انقاص وزن أول حاجة بلجأ لها في المقام الأول الأسباب اللي قدت بيه لزيادة الوزن عداية الغذائية الخطأ هبتدي أعمل تصحيح للعادات الغذائية الغلط دي في الأول بنبتدي يعني نسميها نوعيات الجين نسميها كلاسيك شوية أو اللي هو العلاج التقليد اللي هو الأكل ومنظم السعرات الأكل اللي هو برنامج غذائية متحدة لعناصر الغذائية فيه خمس عناصر غذائية مهمة جدا زي ما قلنا النشويات 40-60% البروتين 15-20% الفيتامينات الألياف المعدن وفي كمة الهرم 5-15% بالنسبة دهور ده اللي هو البرنامج الكلاسيك اللي أول فيه برامج انقاص الوزن إمتى بقى نلجأ للتخصيص بفصل الدم أو بنوع فصلة الدم لو إحنا وصلنا لمرحلة مع حد ماشي في برنامج انقاص وزن لمدة مثلا شهر أو شهر ونص أو شهرين وابتدى يحصل له حاجة اسمع الويت لوس بلاتو أو ظهرت ليه سبات الوزن مع الضيط يعني يه سبات الوزن مع الضيط مش تثبيت الوزن ده هو أنا ببقى ماشي على ضيط متابع مع دكتور باخد كل السيف ميجرز أو الإجراءات أو التعلمات بتاع تضيط كويس جدا وفي نفس الوقت الجسم ما باستجيبش على الضيط حصل أكموديشن أو أدابتيشن أو تعود على نوعية الأكل ما بقاش الجسم فيه أو لوء ستيمولاس أو تحفيز عالي عشان يحرق أكل فبقيت استجابة الجسم أقل أو بقيت يعني معضل الطاقة اللي داخل الجسم من قد اللي خارج فما بقاش فيه استجابة كويسة ساعتها بقى بيبقى من الحلول يعني احنا قلنا قبل كده أو تكلمنا في حالات قبل كده عن أسباب كسر سباة الوزن من ضمنها اللجوء للتخصيص بنوعية فصلة الدم وكمان قلنا نكتر عدد الوجبات بندخل سناكس بدلا ما يبقوا ثلاثة يبقوا خمس عشان أصحاب الوجبة الوحدة عادة بيفضلوا يا تخان يا ما بيخصوش بسهول تمام طبعا دي من ضمن برضو الطرق أو الأسليب اللي هي التانية اللي أنا بلجأ لها في كسر سباة الوزن لو أنا باخد ثلاثة واجبات بزود خمس واجبات أو باخد اتنين سناكس على أساس السناكس دي بتعمل انكرج منت أو تشجيع أو يعني بنسمعها انهنسمنت أو تحسين ليه موضوع التمثيل للغزية ده من أحد الأسليب ولكن احنا يعنينا في المقام الأول الجزء اللي هو استحداث أو ادخال نوعية فصلة الدم في كسر سباة الوزن فاحنا بنقول دايما على فكرة علم يعني موضوع اللي هو الديت أو الديت بلان أو خطة انقاص الوزن يعني من الجيد أو من الحاجات الكويسة جدا انه بقت في العالم كله بقى فيها ابحاث وابحاث متقدمة جدا وبقى فيه تنافس كتير قوي بين يعني في مجالات البحث العلمي للأفضل فورزة بيست يعني من سنة 1980 وعالم اسمه بيتر دو أدمس ده اللي هو صاحب كتاب ايت رايت فور يور دايت ايت رايت فور يور دايت اه فور يور دايت اكوردنج تول اللي هو اللي بيسميها البلد جروب يعني تابعنا فصيلة الدم من سنة 1980 هو ساعة لإثبات أو من سماح يعني يحصل على صينتيفيك بيز أو قاعد علمية الموضوع فصيل الدم وأثبت بالفعل أن بعض الأكلات المعينة أو بعض نوعية الأكل المختلفة بتأثر كمان في العلاج يعني قسم الأكل لثلاث حاجات قال في نوعية أكل